مساء الخير متابعي قناة شعب قناة شوف تيفي فهذا البت الحي والمباشر من قلب المؤتمر الخامس لحزب البسو حزب الشراكي الموحد معنا الأستاذة جميلة أيوغو اللي هي العضو دي المجلس الوطني من طبعة الحال كنشوفه هنا الحضور فهذا القاعة اللي كان فيها المؤتمر السابع دي الحركة الشبابة الديمقراطية التقدمية اليوم الحزب كي دير المؤتمر دياله شو ممكن تقول لنا على الأجواء ديال المؤتمر فين غادي المؤتمر واشغادي شو كونه هو الأقرب لخلافة نبيل مونيب تحياتي شكرا هاد المؤتمر أولا هو مفخرة للحزب الشراكي الموحد وجاف واحد المصار اللي هو ديمقراطي تمت عملية الانتدابات في أجواء رغم ضيخ أجواء الديمقراطية كعادسة هي محافظة على خطة تقدمي وديمقراطي اليوم يوم الثاني للأشغال في تقديم الورقة التوجهية للخطة بالإيديولوجي وسياسي للحزب فمناقشتوا بإتم كامل عادة في أجواء ديمقراطية اليوم يعني هو العلم لنقاش من فكري أولا ويسبعوه مجموعة ورشات عن طريق الليجان للإشتغال وإعطاء أفكار جديدة من أجليس بقيح الورقة هذه مصار كانت أخرى كذلك موجودة جدا خصوصا بعد ما استقل حاليا في قبيلة ساعات المجلس الوطاني بما فيه هي المكسب السياسي تمت استعقالات في أجواء يعني في نسبة لنا كان أكثر من نجاة بتاع المؤسمر تم الحد الأهل الآن الخطوة المطلئة هي تقليل بصرشيحات من بعد المناقشة وإغناعها كما قلت الأرضية تم المناقشة تم التصويت على النسطرات المتبعات من طرف المؤتمر حاليا يعني قد يكتون الناس برغبين لتقديم طرشيحات على المستوى المدينة الوطني تم العملية بإنتخابات من أجليس من سبينا هذا المجلس هو الذي سيفرزون يعني في دورة دورة الأولى سيفرزون مكسب السياسي تقديم طرشيحات في دورة الأولى في دورة الأولى سيفرزون مكسب السياسي تقديم طرشيحات أولاً تقديم طرشيحات ثانياً فوقت هذه القضية إلى المجلس السياسي نحن في أجهزتنا ماشير المجلس الوطني هو الذي يفزن هناك أسماء الأقرار ربما كنا أسماء لماذا تعرفات أعني أسماء أكيد الرفاق صابير رفاق صابير رفاق صابير رفاق صريحة رفاق صريحة معناه معناه إذا كان الوجه أولاً ما الأهم لفها بالمقرارة ما يمكن أن نرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى هذا احتمال وارد هذا احتمال واحد حسب التشكيلة التي ستطلع في المكتب السياسي ربما يتم الاتفاق لأنه أكيد لا يمكن أن يقوم بجميع الكفاءة والتي سيكون رفاق صريحة لذلك لا يمكن أن يكون هو أمين العام أو الأمين العامة لا يمكن أن يكون ذلك محدد وضح المعالي لذلك ما يمكن أن يقوله؟ لأننا الاتمامة على الآن هو أولاً أجميزة قوية هذا هو الأجميزة لأننا لدينا محطة مهمة هنا الحزب مرحة للمرحلة المنشقين 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 الآن نحن الآن نحن 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 المنشقين حين بالدرجة شع蔡 إلى السلام حين ه m حين نعم.. نعم.. بعض التقريب جديد من المقدسة.. للأسل الألعاب بالإنشاء في الواضح من إمجادة الشرقال نعم.. ومعهم جديد من الفدراليين حسن الكثير من نبيله ونبيله أعتبرد أنه لا يأكلوا أنا تشترأ في الواضح من طور واحد ضربه موجعة قوز في القوة دي الحزق نعم.. نعم.. تتكير نعم.. نهج نعم.. 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 نعم... ومعنون شققون وهو كانون كذلك طاقة داخل القيس وكان عندهم كان مرحبين وكان يعني يعني مواقق الورياء يعني بنسبة الرافة كسرين وخمم ولكن الهوهيم الآن هو أن القيس يقدر يزمد وجهة الانشقق لي كان وعاود عزيز القوة التعامل الوضانية وعاود شدة طاقة نزاعه والتبدالي هو أنه بدان الانتخابات وها هو الشرخ انتخابات تادرات أو تدرات الانشقق وهو الشيخ المؤسمره بشكل جب الإمانعين عندهم خارجة تاعهم عندهم فرعة تاعه وعندهم فرعة تاعه عندهم قلاطير ونظيرة تاعه وقد أعتقد أنه يزيد التخوض وهذا هو الهدف الأمني للحزم الأحزة المعور يظهر واليوم الأخبر عندنا أكثر من الاطف لا تمام معرفة البعاشة بالأثمان او الامينة. يعني المهم انها خطوة صراحية هو بلاعدات في الجنة بشكل قوي ليس مطلع انها يعني تفعل. مرحلة بالحجب من جديد. ممكن تقول لنا في الهدات لطاعة في المغرب. قصف صراحة. وهذه الخرقات وهذه الهدات لكي نبحث في برنامج الاسكان. وهذه الهدات لكي نبحث في برنامج الاسكان لكي نعرى عوراج كبير. مرحلة بالمغرب والمغرب والمطقة في الحوز. الكل تجناده والطريقة ورفيحة في مصر مرحلة الى الان انهم حملات تضامنية. كباقي المواطنين والمواطنين. يعني كافراد من داخل فيزم. بالنسبة للسؤال على المشاريع من اجل اعادة تصميم. اولا هو كنا نعرفه كامل بان هذه مناطق اللي تأخذ بالستيزال هي مناطق جد هشة. وكتعرفت لها شاشة جمعية واقتصادية. وبالتالي انا كان دور غير الناحظ. يعني كم كم ازاف دين انتقادات ازاف مغربية. الى ان الواقعين تلقى الغياب دين المنتخابين. وشن الغياب دين الاعزاب. هذا مش كلام دياله. هذا كلام ديال المواطنين. المواطنين غاربة. قل لكثين هم المنتخابين. المنتخابين كانوا غايبية. اكتبع التصالات اللي كانت مع عشوب تهري ومع منابع القطرة وطنية. قالت انه كان غياب دين المواطنين. هادي ربما تلاحظ المواطنين اللي ببساطة. الحز صعب جدا انه ضابط احزاب كاحزاب جدير حمالات. كاحزاب. هي وكأنها حملانات خبية وكأنها ذا عمالكة 15. في اطار 20. تضامن كان هو القوالة الاولى. وتكتبه كان احنا يجب ان فترة عدنا تكون انتذابات. وبعد انتذابات تم تأجيل. يعني تأجيل موعد متاعها. خصوصا في المنطقة مراكش تنسيب. المراكش اسفي. لانه كانوا نعرفنا المنطقة فيها وضع خاص. والتضامن اللي حملات اللي قاموا بيها الباقية. وكانوا من شاس من ضربة. من جميع المواقع من المراكش. من يعني مواقع اخرى. كل عام المغرب كل شي تجند. وتحرك داخل الجمعية. أو تحركوا داخل الأحياء. مع المجتمع المدني إلى غير ذلك. ولكن كحزب يعني بالموغو متاعدي. هذي كنت أبدائيا. مرفونا عم تنضل عند جميع الأحزاء. فتوجهوا الإيديولوجيا ليالكم. في بعض الأفكار وبعض الأسرع. واش نشوم الحزب يساري. والحزب نيوليبرالي. يعني منها الليبراليات الجماعية. ايش تدخل حج شي مالسوء. هذا حزب يساري. يعتمد على ماشرعية. يساري يساري. يساري بالنقدر. تعلمونه يعتمد في فردية. يعتمد في فردية الاشتراكية. لأن تجربة الاشتراكية فعالة. عربات مجموعة. والاشتراكية الطبوية. في عام 2017. والسانسيه من غرودون. والاكسبة الاشتراكية. والماركس والميني. والموريزدوف وطاكاشي كورازا. والسويزي. الاشتراكية الماركسية. والماركسية. هي روحي التفير. هي مهمة جدا. وتفير. وهي فوصة لتفير. يعني. 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 سياق. التعامل الشراكية. كان سياق. وكانت تحديد ضرورة. يعني. لأخذ بي. فقد الماركسية. حاليا. نعيشوا. ليس عن المتغيرات. العالم. لا على مستوى. يعني. القوى لفرسل العالم. لا على مستوى. أه. أه. يعني. المجتمع. يعني. يعني. عاما. مثلا. الضبا. السعود. نتاع البريكس. والظهور. متاع هذه الكوه منافسة للقوه. اللي عرفت. سيطرة على العالم. غنونون. و. وهذا. يجب مراجعة. آن. احنا. نؤمن بأن. نحن بأن. خاصل عمل على مستوى الدموقراطية. بناء الدموقراطية من البلاد. هو الي. اللي. يمشف. لان. تعني. من اللي كانت اخدر على انك رقصت تبني مجتمع شراكي وكان اوصلت اولين لمجتوى ديمقراطي من اللي احنا كانت اعتبروا في حيث الشراكي الموافد لا نجينا للمنصي الى هاته سبقاليار شو السبب المواطنين كي طرحوا بالشريع لذلك بعين البشاة السياسي بان احزاب الشراكية احزاب نيوليبيرالية نقدراش انها تسقط بالشريع عكس احزاب اليمينية اللي عنده واحدة قاعدة جماهيرية اكبر شو السبب شو المشكل انت اعتني واحد سبب لهو السياع دوليه اصدار فيها ولكن كي نأسبب اخرى لا على مستوى الوطني اكيد ممكن ديرك اراءة اخرى على مستوى الوطني المستوى الوطني احنا كان عرفوا بان مجتمعات تصارفهم جنوعا معضيلات تقافية معضيلات تقافية معضيلات على مستوى التكوين معضيلات على مستوى التكوين سياسي معضيلات كثيرة جدا ولهذا فان هاد المعضيلات هذه مخلية انه كي مهروب اولا من السياسة كي مهروب من الفكر النقدي للاسف المدرسة العمومية والجامعة العمومية مدقش كتل عبدالك تتطور نتاعها في خلق هذا في خلق يعني حس النقدي هاد الحس النقدي هو احنا بغيرها في اطاع واحد سياسة مويرية سياسة مويرية معنى احنا عدنا نضال على مستوى الشعير على مستوى المؤسسات وكذلك على مستوى التقافي بمعنى حاملة الهم منتاع خلق سبل من اجل التنوير الرئيلي عنه وتنوير الشباب وتنوير العقول المواطنين والمواطنات من اجل اخذ القرار نحن نعرف الريع وكذلك يعني انتو نفحو المعركة متزوجة المعركة متزوجة المعركة متزوجة موطولاتية الى بغيت تقود نتلاثب الابعاد كما نصدقه وشرط نضال كينسياد نضال على مستوى سياسي هو النضال داخل المؤسسات والنضال خارج المؤسسات مع القواعد ومع الجماعير الشابية كل نضالات الشابية هذا جانب الجانب الثاني هو يعني كما سبقه شكلي هو النضال على مستوى التقاري من اجل يعني الوضع السياسي والتنويرية لعيد القهار فيزب عبر تفكير جديد من داخل مؤسساته من اجل التواصل مع المواطنين والمواطنات والمساهمة قدر امكانيه من اجل تغيير الواقع المالي على المستوى التقاري ولا على المستوى يعني الاجتودي شكرا 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 شكرا